اهم اجزاء المنهج عندنا فنبدأ مع بعض ان شاء الله بالجزء الاول وهو التوزيع المادي ايه معنى توزيع المادي وايه المقصود بالتوزيع المادي التوزيع المادي هو كافة الانشطة المتصلة بحركة المنتجات اثناء انتقالها من المنتج الى المستهلك طب يعني ايه يا مستر الكلام ده يعني ايه دلوقتي عندي منتج المنتج ده ببدأ انتجه في مصنع لابد ان المنتج ده يتنقل للمستهلك اللي هم موجود في مكانه بطريقة معينة ففيه حركة بتحصل في النص اللي هي حركة انتقال المنتجات من المنتج للمستهلك ده معنى التوزيع المادي يبقى التوزيع المادي تاني هو كافة الانشطة المتصلة بحركة المنتجات اثناء انتقالها من مين لمين من المنتج للمستهلك طب احنا قلنا مع بعض التوزيع المادي كافة الانشطة ايه هي انشطة التوزيع المادي علي عندي رمع أنشط توزيع المادي أربع أجزاء أول نشاط من أنشط توزيع المادي المنولة تاني نشاط من ضمن أنشط توزيع المادي النقل تالت نشاط التخزين رابع نشاط مرابط المخزون يبقى أنشط توزيع المادي كم نشاط؟ أربع أنشطة المنولة النقل التخزين مرابط المخزون يبقى السؤالة ما يجيلي في الامتحان ويقوللي ما المقصود بالتوزيع المادي وأنشطة التوزيع المادي تمام نقول له الإجابة إيه التوزيع المادي هو كافة الأنشطة المتصلة بحركة مين المنتجات أثناء انتقالها من مين لمين من المنتج للمستهلك طب أنشطه إيه كم نشاط قلنا أنشطه أربع أنشطة المنولة ده أول نشاط النقل التخزين مراقبة المخزون ده كده أول جزء عندنا وهو التوزيع المادي وأنشطة التوزيع المادي نلقل على جزء تاني وما هي الأهداف الاستراتيجية للتوزيع لو تكلمنا مع بعض أكيد فيه أهداف استراتيجية لكي نوزع السلعة لو بصنا كده بكل بساطة على الأهداف الاستراتيجية للتوزيع ثلاث أهداف أول هدف منهم وهو هدف الربحية تاني هدف من أهداف الاستراتيجية للتوزيع الأهداف التنفسية تالت هدف وهو هدف المعونة يبقى الأهداف الاستراتيجية للتوزيع المادي كم هدف الأول؟ قلنا تلات أهداف واحد الربحية اتنين الأهداف التنفسية تلاتة هدف المعونة طب يا مستر يعني إيه أهداف الربحية ويعني إيه هدف التنفسية ويعني إيه هدف المعونة؟ نمسك جزء جزء لو قلنا مع بعض الأهداف الاستراتيجية واحد هدف الربحية هل يا جماعة فيه أي صاحب منتج هدفه في الأول هو بيعمل دراسة جدوى اللي هو ينتج المنتج ده ويطلعه للسوق بدون إحقق الربح؟ طبعا لا لازم إحقق الربح عظيم طبعا عشان إحقق الربح ده هل الربح عندي في جميع المنتجات بتكون معدلها واحد؟ يعني هل الربح بيكون لسلعة ميسرة يعني سلعة بجيبها من سوبر ماركت سلعة بستهلكها بصفة يومية زي السلعة معمرة طبعا لا فيه اختلاف إيه الاختلاف ده؟ الاختلاف اللي احنا قلنا مع بعض إن الأهداف الاستراتيجية أول هدف وهو هدف الربحية اللي أنا بحقق هامش ربح وهامش الربح عندي بيكون منخفض جدا بالنسبة للسلعة الميسرة ودي بتيجي جملة صحة وغلط يقول لي إن هامش الربح بالنسبة للسلعة الميسرة بيكون مرتفع أقول له لا غلط لأن هامش الربح للسلعة الميسرة بيكون منخفض جدا طب فيه طلب قاعدة تقولك يعني ايه السلعة الميسرة اللي انا يا جماعة بجيبها من اقرب مكان ليا من اقرب مطجر ممكن انا قاعد في بيتنا انزل لاي سور مركة جنبه اجيب ازاست مية معدنية اجيب حاجة ساعة اجيب كنز اجيب ايا كان يبقى دي هامش الربح فيها منخفض جدا ودي بيناسبها اسلوب بنسميه عندنا في المنهر واناخده مع بعض اسمه اسلوب التوزيع الغير مباشر يعني ايه اسلوب توزيع الغير مباشر يعني لازم يكون فيه وسيط بيني ما بين المستهلك يبقى تاني هدف الربحية اللي انا بقدر هامش ربح بيكون منخفض جدا بالنسبة للسلع الميسرة وبينسبها انه اسلوب التوزيع الغير مباشر اما بالنسبة للسلع التسوق زي الملابس والاجهزة بيكون هامش الربح فيها مختفع بيكون كبير طبيعي اللي ايبيع تلاجة او ايبيع تكييف او ايبيع موبايل هامش الربح فيه اعلى من ايبيع سلع ميسرة ازازة مية او ازازة جنز يبقى انا اصبح كده هدف الربحية بكل بساطة تاني لو قلنا مع بعض هدف الربحية اللي انا بحقق هامش ربح وهامش ربح ده بيكون فيه حاجتين اما هامش ربح بيكون منخفض جدا ده بالنسبة للسلع الميسرة او هامش ربح بيكون مرتفع بالنسبة للسلع التسوق والملابس زي الاجهزة والملابس السلع الميسرة بيناسبها الاسلوب التوزيع الغير مباشر ننتقل لحاجة تانية وهي الاهداف الاستراتيجية للتوزيع المادي وتاني هدف من الاهداف الاستراتيجية للتوزيع المادي وهي الاهداف التنافسية ايه معنى اهداف تنافسية؟ قال للاهداف التنافسية اللي انا بحق الانتشار في الاسواق والتغلغل في الاسواق انا كشخص معين عايز اوزع وعايز اجيب شخص وسيط عندي يوزع للمنتج بتاعي فلازم يكون فيه تنافس فالتنافس اللي بيحصل ده بيحصل عنده انتشار في الاسواق وتغلغل في الاسواق يبقى الاهداف التنافسية هي تحقيق الانتشار الواسع والتغلغل في في الاسواق تالت هدف وهو هدف المرونة ايه معنى هدف المرونة ده ومقصود بها ايه قال لي هدف المرونة هي مقدرة المنشأة على الاستجابة السريعة للتغيرات المستمرة في البيئة التسوئية تاني هدف المرونة مقدرة المنشأة على ايه على الاستجابة السريعة للتغيرات المستمرة في البيئة التسوئية اما اجا اقول لي واحد يا جماعة انت مش مرن يعني ايه مش مرين يعني ما عندكش ليونة فلازم الشخص عشان من ضمن اهداف التوزيع يكون عنده مقدرة على استجابة سريعة لاي تغيرات تحصل في البيئة التسوقية ده معنى كلمة هدف المعونة ودي بتجي لمصطلح علمي بصفة دايما يبقى احنا كده مع بعض خلصنا او خلصنا من التوزيع المادي والاهداف الاستراتيجية للتوزيع المادي لو استعرضنا الاتنين مع بعض كده في دقيق نقول مع بعض تاني وتمنى اللي انتو تقولوا معايا ان التوزيع المادي هو ايه التوزيع المادي هو كافة الانشطة المتصلة بحركة المنتجات اثناء انتقالها من المنتج للمستهلك ده التوزيع المادي تاني كافة الانشطة المتصلة بحركة المنتجات اثناء انتقالها من مين لمين صاح كده من المنتج للمستهلك طب انشطة توزيع المادي وبقول لي كافة الانشطة ايه هي الانشطة بتاعة التوزيع المادي تقول له اربع انشطة اول نشاط عندي المنولة تاني نشاط النقل تالت نشاط التخزين رابع نشاط مراقبة المخزون بعدها نقلنا على حاجة تانية وقلنا الاهداف الاستراتيجية للتوزيع المادي قلنا تلات اهداف واحد الربحية اتنين اهداف تنفسية تلاتة هدف المعونة قلنا ايه معنى كلمة الربحية البساطة اشانا فهمها قلت الربحية انها لازم احقق هامش ربح وهامش الربح ده بيكون حاجتين اما بيكون منخفض جدا بالنسبة للسلعة الميسرة ودي بيناسبها التوزيع الغير مباشر او بيكون هامش الربح بيكون مرتفع بالنسبة للسلعة التصوك طبيعية مستقصة التصوك زي الملابس والاجهزة بعد كده خدنا الاهداف التنفسية الاهداف التنفسية ان انا بحق انتشار واسع وتغلغل في الاسواق بعدها قلنا هدف المعونة ايه معنى هدف المعونة قلنا هي مقدرة المنشأة على الاستجابة السريعة لايه للتغيرات المستمرة في البيئة التسوئية يعني اي تغير يحصل اكون انا عند معونة وعند لونة لانا استجيب ليه ما اعودش واقف في مكاني وافضل علنا فيه ده التوزيع المادي والاهداف الاستراتيجية للتوزيع المادي طيب بعد كده انتقل على نقطة تانية وهي ايه الهدف من التوزيع المادي ما هي اهداف نظام التوزيع المادي قلنا التوزيع المادي اكيد عشان بوزع فيه تلات اهداف عندي للتوزيع المادي اول هدف من اهداف التوزيع المادي اللي انا بخفض التكاليف يبقى اول اهداف عندي تخفيض التكاليف بالتالي لما بخفض التكلفة بتاعتي بخفض الاسعار اكيد لو تكلفتي قلت يبقى السعر بتاعي لما التكلفة والسعر سيكون في زيادة على الطلب السلع بتاعتي يبقى هدف التوزيع المادي دا ايه هدف التوزيع المادي تكلفة يبقى خفضها يبقى تخفيض التكاليف بالتالي التكلفة يبقى على طول السعر لما السعر بيبقى في زيادة على الطلب على المنتجات وباشبع حاجات المستهلك اللي هو محتاجها يبقى كده يسمها اهداف نظام التوزيع المادي يبقى احنا كده استعرضنا توزيع المادي الاهداف الاستراتيجية للتوزيع المادي واهداف نظام التوزيع المادي طب احنا قلنا تخفيض التكاليف ايه الاساليب اللي لنا من خلالها ممكن اخفض التكاليف يجي يقول لي ما هي اساليب تخفيض لو بصنا كلا مع بعض علي أساليب تخفيض التكاليف من خلال ثلاث مداخل أول مدخل وهو مدخل تحليل التكاليف الكلية تاني مدخل مدخل التكاليف الكلية تالت مدخل مدخل مراقبة التكاليف الكلية يبقى أساليب تخفيض التكاليف في عندنا ثلاث أساليب لتخفيض التكاليف المدخل الأول هو تحليل التكاليف الكلية 2 مدخل التكاليف الكلية 3 مدخل مراقبة التكاليف الكلية ده السؤال الرابع اللي هي أساليب تقفيد التكاليف طيب بعد كده لو استعرضنا مع بعض وقلنا في الأول خالص لو تفتكروا كده أو في بدايتنا وقلنا أن أنشطة التوزيع المادي لها أربع أنشطة وقلنا أول نشاط منهم المنولة وخدنا نشاط اسم النقل وقلنا التخزين وقلنا مرابط المخزون طيب ما هل هذين دلوقتي نستعرض مع بعض يعني إيه المنولة ويعني إيه النقل وإزاي بخزن فنبدأ ناخد مع بعض كده أول جزء وهي المنولة من ضمن أنشطة عناصر التوزيع المادي أولا المنولة إيه هي المنولة المنولة قال لي هي تتضمن اختيار معدات المنولة المناسبة لنقل الأصناف داخل المنظمة يعني إيه يا مستر الكلام ده أنا لما بحب أنقل داخل المنظمة بتاعتي أي أصناف بختار معدات مناسبة لنقل الأصناف أكيد طبعا إحنا فاهمين إن داخل المنظمة في حاجات ممكن أنقلها بوينش عمل لها عملية مناولة بوينش فيه ممحاولات يبقى أنا عندي كده بختار المعدات المناسبة اللي تنقل لي الأصناف بتاعتي داخل المنظمة بتاعتي يبقى المناولة تاني اللي أنا بختار معدات مناسبة مش أي معد أو أي آلة أو أي جهاز أبدأ أنقل بيه لازم بختار معدات مناولة مناسبة أنقل بها الأصناف داخل المنظمة طب وانا بنقل الأصناف داخل المنظمة هل أنا ببص الحاجة أو براعي حاجة قلت لا طبعا وانا بنقل الأصناف داخل المنظمة يجب مراعاة الآتي إيه اللي يجب مراعاةه وانا بنقل واحد طبيعة الأصناف زي ما قلت في أصناف ممكن أن نجيب وينش واشيل وانقل في أصناف ما ينفعش يبقى وانا بنقل الأصناف دي يجب معرفة طبيعة الاصناف ايه خصائص المبنى طبيعة الحركة المطلوبة يبقى تاني وانا بنقل الاصناف لابد ابص على واحد طبيعة الاصناف اتنين خصائص المبنى تلاتة حركة طبيعة الحركة المطلوبة يبقى دي معنى المنولة فلو قال لي كده ببساطة ايه المقصود بالمنولة اقول له المنولة هي اختيار معدات المنولة المناسبة لنقل الاصناف داخل المنظمة ويعاعة واحد طبيعة الاصناف اتنين خصائص المبنى تلاتة طبيعة الحركة المطلوبة طب ايه جماعة وسائل المنولة ما هي اهم وسائل المنولة بانقل بايه المنولة اللي انا بستخدمها في نقل حاجة من مكان لمكان اللي من اهم وسائل المنولة تلات حاجات المحولات عربيات النقل الاوناش والروافع انا ممكن المحولات زي الاصنصير بينقل من تحت الفوق عربيات النقل الاوناش او الروافع اللي انا بنقل فيها اي سلع بتكون زاد اه كسافة عالية او بتكون حجمها كبير ببدأ استخدم لها وينش او باستخدم لها روافع او باستخدم لها محولات يبقى وسائل المنولة كم وسيلة تلاتة المحولات عربيات النقل الاوناش والروافع كده استعرضنا المنولة بكل بساطة وقلنا المنولة هي اختيار معدات المنولة المناسبة لنقل الاصناف داخل المنظمة وقلنا ايه هي اهم وسائل المنولة بعد كده نستعرض النقل ايه معنى النقل النقل اللي انا بنقل المنتجات او بنقل المواد من اماكن استخدامها لدى المنتجين الى اماكن توزيعها اكيد اي منتج اللي بيوصل لي وانا بستخدمه وانا قعد في بيتنا او قعد في مكان او قعد في النادي او قعد في اي مكان بستخدم المنتج ده المنتج ده تنقل من المصنع اللي صنعه او المصنع اللي انتجه جابه لغاية عندي يبقى ده اسمها النقل نقل المواد التي يتم استخدامها لدى المنتجين الى اماكن توزيعها طب لو جاء نسأل كده سؤال وقلنا من اهم وسائل النقل وصرحنا لسواني وقلت يا طرع اللي حاجات بتنقل باي او اي سلعة بتنقل باي علاء نفسي انماط النقل او وسائل النقل علاءها متعددة اول وسيلة من وسائل النقل هي النقل بالسكة الحديد طب نعرفين الاطرات في اطرات بضاعة ممكن بنقل فعل بضاعة من مكان لمكان يبقى ده اول نمط من انماط النقل وهي السكة الحديد اتنين النقل المائي اللي هو عن طريق السفن تلاتة النقل الجوي من خلال الطائرات بعد كده النقل البعي بعد كده النقل بالانبيب يبقى اهم انماط او وسائل النقل لما حب اني لأي سلعة عندي ووصلها للمستالك او ووصلها للسوق علاء انماط النقل عندي بتتعدد منها اول حاجة النقل البعي بالسيارات النقل المائي قلنا السفن النقل الجوي قلنا الطائرات خطوط الانبيب وانا وقف عندها وقف خطوط الانبيب ونفهم يعني خطوط الانبيب السكة الحديد يبقى دي لو قالك في الامتحان او سألني سؤال وقال لي ما هي انماط النقل او وسائل النقل الاجابة الاجابة واحدة اللي احنا قلنا عليهم الخمس انماط عندنا طب لو جينا بصينا مع بعض الاول حاجة لنقلين في عندي نقل مائي ونقل جوي لو انا مسؤول عن سلعة او مسؤول عن مصنع وعايز انقل منتج من مكان لمكان الافضل لي انقل بنقل مائي بالسفن ولا نقل جوي لو جايب بضعم الصين انقلها نقل مائي ولا نقل جوي اه قاعد افكر كده شوية واقول اه النقل المائي ده لي ميزة ولعيب والنقل الجوي لي ميزة ولعيب طب تعالوا نشوف مع بعض النقل المائي عفوا النقل المائي والنقل الجوي النقل المائي اقل تكلفة لو عنقل انا بالسفن تكلفتها توقع ليلة ولكنه بطيء بياخد عندي ايام وممكن توصل للشور عشان ينقل السلعة من مكان لمكان او من بلد لبلد يبقى ده اسمه النقل الايه المائي بيكون تكلفته قليلة ولكن بطيء اما النقل الجوي يتميز بالسرعة الفائقة ولكن ارتفاع تكلفته يبقى انا كده عندي في حاجتين ان النقل المائي قلنا النقل المائي بيكون تكلفته اقل ولكنه بطيء اما النقل الجوي بيكون اسرع ولكن تكلفته اعلى يبقى انا كده اصبح عندي ده ليه ميزا وعيب وده ليه ميزا وعيب بعد كده لو قلنا مع بعض النقل بالانبيب يعني ايه مستر النقل بالانبيب وايه هو النقل بالانبيب قلت النقل بالانبيب اللي انا في حالات بنقل فيها بالانبيب زي ايه اول حاجة الغاز الزيوت البترول الفحم بعد طحنه ثم خلطه بالماء كل ده عفوا بنقل فيها بالانبيب المينفعش انا عندي اجا نقل سلعة من مكان لمكان زي الزيوت زي البترول زي الغاز واقول لك انقل في الطائرات ما ينفعش ده بتبقى في مواسير او انابيب بيتنقل فيها الغاز والبترول والفحم بعد طحنه ثم خلطه بالماء دي اللي هي وسائل النقل وانماط النقل يبقى احنا كده اتكلمنا على انشط التوزيع المادي المنولة وقلنا عن ايه المنولة وسائلها اتكلمنا على النقل وقلنا عن ايه النقل وانماط النقل وايه النقل المائي والنقل الجوي وايه الحالات اللي منقل فيها بالانبيب بعد كده هنستعرض على جزء تاني وهو التخزين قبل ما نستعرض التخزين نحاول كده نذكر نفسنا باللي احنا قلناه عشان نكون دايما حاضرين قلنا مع بعض النهارة نتكلمنا على التوزيع المادي وقلنا التوزيع المادي هو ايه قلنا التوزيع المادي بكل بساطة هو كافة الانشطة نقول مع بعض بقى كافة الانشطة المتصلة بحركة المنتجات اثناء انتقالها من مين لمين تمام من المنتج للمستهلك طب طب نقول مع بعض انشطة التوزيع المادي كم نشاط تمام اربع انشطة طب ايه هم الاربع انشطة اول نشاط عندي المنولة طب التاني النقل تالت التخزين صح كده بعد كده مراقبة المخزون يبقى دي اسمها انشطة التوزيع المادي انتقالنا على نقطة تانية قلنا الاهداف الاستراتيجية للتوزيع ايه طرى الاهداف الاستراتيجية للتوزيع كام هدف بيخليني اوزع السلعة قلنا واحد فيه هدف الربحية اتنين فيه اهداف تنفسية تلاتة فيه هدف المعونة طب يا مسر انت قلت لنا عن ايه الاهداف الربحية قلنا هدف الربحية لابد اقدر هامش الربح طب هامش الربح دايما على طول بيكون مرتفع هامش الربح دايما على طول بيكون منخفض تمام هامش الربح فعلا بيكون منخفض جدا بالنسبة للسلع الميسرة يبقى هامش الربح بيكون منخفض جدا بالنسبة للسلع الميسرة طب ودي عينسبها انه اسلوب التوزيع الغير مباشر طيب اما هامش الربح بيكون مرتفع جدا بالنسبة لسلع ايه قلت بيكون مرتفع بالنسبة لسلع التصوق زي الملابس والاجهزة ده اول هدف وهو هدف الربحية تاني حاجة الاهداف التنفسية طب اتكلمنا عليه الاهداف التنفسية قلنا اه الاهداف التنفسية هي تحقيق الانتشار الواسع والتغلغل في الاسواق اللي انا بنتشر في السوق ويعمل عملية تغلغل في الاسواق من خلال التنفس اللي انا بعمله مع بعض المنتجات الشبيهة ليا بعد كده هدف المعونة ايه معنى هدف المعونة ده هو مقدرة من المنشأة على الاستجابة السريعة مقدرة المنشأة على الايه الاستجابة السريعة لايه بالزبط للتغيرات المستمرة في البيئة التسوئية يبقى المعونة تاني هي مقدرة المنشأة على الاستجابة السريعة للتغيرات المستمرة اي تغيير بيحصل في البيئة التسوئية انا عندي مقدرة على الاستجابة لي يبقى ده هدف المعونة مقدرة المنشأة على الاستجابة السريعة للتغيرات المستمرة في البيئة التسوقية بعد كده قلنا التوزيع المادي اللي بتكلم عنه ده أكيد بعمل حيارة بقول ليه هدف ايه هدف التوزيع المادي يا مصر عمالي تقولنا توزيع مادي توزيع مادي توزيع مادي ايه هدف التوزيع المادي قلت اول هدف من اهداف التوزيع المادي اللي انا بخفض التكلفة تكلفت المنتج اللي معايا ده بخفض تكلفته بالتالي لو خفضت التكلفة اخفض الساع يبقى هنا خفضت التكلفة وصدها خفضت الساع لما خفض التكلفة وخفض الساع بديه عايز يزيد الطلب على المنتج بتاعي يبقى زيادة الطلب على السلع ومزيد الطلب عاش باحتياجات المستهلك بعد كده قلنا تكلمنا على حاجة اسمها أنشط التوزيع المادي وقلنا أول حاجة المناولة ايه معنى المناولة؟ قلنا كلمة مناولة اللي أنا باختار معدات مناولة مناسبة لنقل الأصناف داخل المنظمة من عندي معدات كتير للمناولة اللي أنا ممكن أستخدمها نقل أصنف من مكان لمكان فأنا في المناولة دي باختار معدات مناسبة لنقل الأصناف داخل المنظمة ودي يا جماعة بتقولي لابد اللي أنا وأنا بعمل عملية المناولة اللي يجب مراعاة التالي طبيعة المنتج ايه أو طبيعة الحركة بتاعت ايه؟ خصائص المبنى ايه؟ وعشان نعمل عملية مناولة لها وسائل فقلنا من ضمن وسائل المناولة المحولات أول وسيلة عندي المحولات تاني وسيلة عربيات النقل تالت وسيلة الأوناش والروافع يبقى دي وسائل المناولة التلات وسائل فلو سألني من أهم وسائل المناولة أقوله المحولات عربيات النقل الأوناش والروافع بعد كده استعرضنا النقل وقلنا عن إيه النقل؟ قلنا النقل هو نقل المنتجات من أماكن انتجها إلى أماكن استخدامها أنا أنتجت السلعة في المكان ده عايز نقلها هنا في المكان ده عشان نخلها المستهلك ففي وسيلة في النص كده بنقل بها المنتج طب لو قلنا مع بعض إيه الوسيلة اللي بنقل بها المنتج في النص؟ أقول الوسيلة هنا هو سميناها أنماط النقل أو وسائل النقل وقلنا وسائل النقل متعددة أو أنماط النقل متعددة منها السكة الحديد اللي ممكن نقل بالقط النقل المائي اللي قلنا عن طريق السفن النقل الجوي قلت قلت بالطيارات قلنا النقل الباري وقلنا خطوط الأنابيب طب يا مستر بتقول خطوط الأنابيب إيه اللي بنقله بخطوط الأنابيب؟ ففي سؤال هنا الحالات التي يتم فيها النقل بالأنابيب قلنا بنقل الحالات اللي بيتم فيها النقل بالأنابيب واحد الزيوت الغاز البترول الفحم بعد طحنه ثم خلطه بالماء بيتم نقله من خلال خطوط الانبيب طب مثل انت قلت لنا في حاجتين قال له عايز انقل انقل بنقل ماء ولا نقل جوي قلت لك هنا النقل المائي لميزة ولعيب والنقل الجوي لميزة ولعيب طب ايه مثل وعيبته قلت النقل المائي هو بيكون تكلفته اقل تكلفته قليلة اللي انا ادفعه فيه قليل ولكنه بطيء البضاعة تجيلي بعد فترة اما النقل الجوي بيكون اسرع لكن تكلفته اعلى لو انا شخصه مش بضاعة شخصه مسافر من خلال نقل مائي فممكن او ادفع دسكارة في السفينة او في الباخرة بتمن منخفض لكن ااخد وقت طويل عبالا ما اوصل مكان لنا عايزه اما لو خدت نقل جوي من خلال الطيارة بدفع تكلفة اعلى انما بوصل بسرعة يبقى ده النقل المائي والنقل الايه الجوي نستغرد مع بعض بعد كده سالسا التخزين ايه معنى التخزين اكيد يا جماعة لو قلنا مع بعض ان اي منتج ما ينفعش بعد انتاجه بنسبة تسعة وتسعين في المية لابد من لنا خزينه تمام طب هل المخازن دي ترتبها متداخل وكفائتها بتأثر على عملية التخزين قلت طبيعي ان يؤثر موقع المخازن وترتيبه متداخل على كفاءة عملية التخزين ان ما ينفعش انا اجيب منتج معين والمنتج ده ايا كان اسم المنتج وحطه في مكان والمكان ده مش مؤاهل اللي انا خازن فيه علاق بعد فترة معينة السلعة بتاعت كلها بازت يبقى لابد ان موقع المخازن وترتبها متداخل يؤثر على كفاءة عملية التخزين بيجي لي سؤال هنا في الحتة دي في الامتحان بيقول لي صح او غلط لا يؤثر موقع المخازن وترتبها من الداخل على كفاءة عملية التخزين تمام الاجابة غلط لانه يؤثر على ترتب المخازن من الداخل على كفاءة عملية التخزين برفع عليكم انما لا يؤثر تبقى اللي اجابة غلط يبقى التخزين تاني قلنا يؤثر موقع المخازن وترتيبه من الداخل على كفاءة عملية التخزين طب هل المخازن دي بصنفها او هل المخازن فيها انواع قلت ايا يا مستر مخازن بصنفها والمخازن فيها انواع طب ايه هي انواع المخازن قلنا انواع المخازن عندنا اللي بنستعرضها السنية مع بعض تلات انواع من المخازن واحد مخازن انتاج اتنين مخازن اوتوماتيكية تلاتة مخازن توزيع يبقى مخازن انتاج مخازن اوتوماتيكية مخازن توزيع يبقى دي اسمها انواع تصنيف المخازن تاني انواع المخازن كم نوع او تصنيفها كم نوع تلاتة مخازن انتاج مخازن اوتوماتيكية مخازن التوزيع طب يا مستر عن ايه مخازن انتاج قلنا مخازن الانتاج هي بتحقق التوازن للطلب بين الطلب على السلعة وحجم الانتاج يعني ايه بقى الكلام ده يا مستر او هلنا كده وفهم هلنا واحدة واحدة عشان احنا مش فاهمين يعني ايه مخازن انتاج وبتحقق التوازن بين الطلب على السلعة وحجم الانتاج يعني يا جماعة بكل بساطة لو جيتنا دلوقتي وقلت انا انتجت منتج معين المنتج اللي انا انتجته ده اكيد اخده او حطه في المخزن طب المخزن عندي خلاص اتملأ وما فيش طلب على السلعة والمخازن بتاعت كلها مليانة هل انا ازود الانتاج ازود الانتاج قلت لا بوقف الانتاج بتاعي ليه يبقى هذه اسمها مخازن انتاج بتعمل عملية توازن بين حجم الانتاج والطلب على السلعة بشوف الانتاج بتاعي اللي انا بنتجه ادي ايه والطلب على السلعة اديه وابدأ اخازن اتنين المخازن الاوتوماتيكية ايه معنى مخازن اوتوماتيكية قلت معنى مخازن اوتوماتيكية اللي انا بستخدم الكمبيوتر في انشاء نوع من المخازن مخازن اوتوماتيكية اللي انا بستخدم الكمبيوتر في انشاء نوع من ايه من مخازن? ازاي الكلام ده? ساعتك او ساعتك لما بنيجي ممكن ببساطة او كده نخش اي سيدالية. واطلب علاج او اطلب منتج معين من اي مكان. بلاقي صاحب المحل او اللي وقف في المحل بيبدأ يعمل ايه? ممكن يخش على الكمبيوتر كده ويشوف من خلال السلعة دي موجودة عنده او لا. يبقى انا عملت ايه? استخدمت الكمبيوتر في انشاء نوع من المخازن. عرفت ايه اللي موجودة عندي الاصناف الموجودة في المخزن بتاعي. يبقى المخازن اوتوماتيكية هي استخدام الكمبيوتر في انشاء نوع من المخازن. عشان كيف نسميها مخازن اوتوماتيكية. طيب المخازن التالتة هي مخازن التوزيع. وايه معنى مخازن التوزيع? قال لي مخازن التوزيع تقوم بتجميع المنتجات. ثم اعادة توزيعها. يبقى مخازن توزيع تستخدم في تجميع المنتجات. اجمع المنتج. اجمع المنتج. اجمع المنتج. اجمع المنتج. وبعد كده ابدأ اعمل عملية التوزيع. يبقى اسمها مخازن التوزيع. تقوم بتجميع المنتجات ثم اعادة توزيعها. يبقى احنا كده قلنا انواع تصنيف المخازن. وقلنا تصنيف المخازن بتنقسم انواع المخازن الى تلات تصنيفات او بصنفها لتلات انواع واحد مخازن الانتاج اتنين مخازن اوتوماتيكية تلاتة مخازن التوزيع قلنا مخازن الانتاج هي بتحقق التوازن بين الطلب على السلعة وبين حجم الانتاج بعمل عملية التوازن بين الطلب وبين الانتاج طب مخازن اوتوماتيكية بستخدم الكمبيوتر في انشاء نوع من المخازن طب مخازن التوزيع بتجميع المنتجات تجميع المنتجات تجميع المنتجات ثم اعادة توزيعها ده اللي هو انواع تصنيف المخازن يبقى احنا كده مع بعض اتكلمنا على التخزين وقلنا التخزين ببساطة قلنا لموقع المخازن وترتيبها من الداخل بيؤثر على كفاءة التخزين قلنا العبارة صح لانها تؤثر موقع المخازن وترتيبه من الداخل على كفاءة عملية التخزين وقلنا انواع تصنيف المخازن قلنا ثلاث انواع مخازن انتاج مخازن توزيع مخازن اوتوماتيكية كده يبقى احنا اخذنا الجزء الاول بتاع التوزيع المادي استعرضنا فيه مع بعض التوزيع المادي وانشطة التوزيع المادي والاهداف الاستراتيجية للتوزيع المادي خدنا اهداف نظام التوزيع المادي خدنا مع بعض اساليب تغفيد التكاليف وخدنا من اهم انشطة التوزيع المادي قلنا المنولة وفهمنا ايه هي المنولة وسائل المنولة وتكلمنا على النقل وسائل النقل وخدنا التخزين وانواع تصنيف المخازن مع بعض كده سريعا قبل ما ناخد نموذجين للأسئلة على الجزء ده نستعرضهم كده نعيد مع بعض تاني بس يتمنى اللي انتوا وانتوا قاعدين اصادي كده وتعيدوا معايا نتكلم مع بعض وتسبقني في الاجابة وعدي بضع عدي دي سواني كده اللي انت تجاوب معايا اول حاجة قلنا التوزيع المادي ايه هو التوزيع المادي قلنا هو كافة ايه الانشطة المتصلة بايه بالضبط بحركة المنتجات اثناء انتقالها من مين لمين تمام من المنتج للمستهلك بعدها قلنا ايه هي بقى انشطة التوزيع المادي تمام قلنا اربع انشطة المنولة ها ايه تاني النقل التخزين مغربة المخزون طب ما هي الاهداف الاستراتيجية للتوزيع كم هدف اثنين ولا ثلاثة ولا اربعة فعلا ثلاث اهداف اول هدف اول هدف هدف الربحية اثنين الاهداف التنفسية ثلاثة هدف المعونة طب تعالوا نشوف مع بعض ايه الهدف الربحية اللي لابد قدر هامش الربح بيكون ايه فعلا منخفض جدا بالنسبة لانهي سلع الميسرة تمام يبقى هدف الربحية اللي انا بخفض بقدر هامش الربح وبيكون منخفض جدا بالنسبة للسلع الميسرة ودي اطرعي ناسبها انه اسلوب من التوزيع التوزيع المباشر ولا غير مباشر فعلا التوزيع الغير مباشر اثنين يعني ايه كلمة الاهداف التنفسية ايه هي الاهداف التنفسية اللي انا بحقق الانتشار الواسع والتغلغل في الاسواق ده اهداف التنفسية الهدف التالت سمعوني كده هدف ايه هدف المعونة معناه ايه بقى اللي قلنا بيجي مصطلح هي مقدرة مين المنشأة طب مقدرة المنشأة على ايه على الاستجابة السريعة ليه بالزبط للتغيرات المستمرة في البيئة التسويقية ده هدف المعونة يبقى كده استعرضنا الاهداف الاستراتيجية للتوزيع وقلنا الربحية وهداف التنفسية وهدف المعونة بعد كده استعرضنا مع بعض وقلنا اهداف نظام التوزيع المادي انت مستعمال توزيع مادي توزيع مادي توزيع مادي ايه الهدف من كده زي انا طالب بذاكر بذاكر هدف ان شاء الله اخش جامعة بازن الله بيبقى ايها هدف الحياة بتاعتي اللي انا بذاكر ليه حشان اخڨش جامعة. فهذه اهداف نزام التوزيع المادي ايه? destaجي لك اهداف نزام التوزيع المادي اخفض التكلفة بتاعتي. طب يا مستر وبقى عندما خفض التكلفة. اخفض الاسعار. يبقى انا كده خفضت الايه? التكلفة. غدت اخفضت تكلفة خفضت الاسعار. طب اما خفض التكلفة وخفض الاسعار ايه اللي هيحصل يا مستر? عزود الطلب على السلعة. هيبدأ الطلب بتاعي يزيد. هيبدأ الناس عايتين تاخد من السلعة. يبقى انا كده اهداف نظام التوزيع المادة ايه? تكلفة خفضتها. بالتالي بديهة تكلفة خفضت. يبقى السعر بتاعي خفض. خفضت السعر. لما التكلفة تتخفض والسعر يخفض. الطلب على السلعة يزيد. تمام. بعدها قلنا المنولة. كلمنا مع بعض وقلنا المنولة. ايه المنولة? تمام. اللي انا بختار بختار ايه بالزبط? معدات مناولة. اي معداته خلاص? لا معدات مناولة مناسبة. طب المعدات لا لا اختارها المناسبة دي اختارها ليه? عشان ننقل الاصناف يبقى لنقل الاصناف. فين بالزبط? في بيتنا? قلتوا لا داخل المنظمة. يبقى المناولة هي اختيار معدات مناولة مناسبة. لنقل الاصناف داخل ايه? المنظمة. طب يا ميش سهولة بعمل عملية المنولة دي في وسائل باستخدمها قلت لك اه في وسائل منولة كم وسيلة للمنولة تمام تلات وسائل اول وسيلة المحاولات اتنين فعلا عربيات النقل تلاتة الاوناش والروافع يبقى دي المنولة وسائل المنولة بعدها اتكلمنا على جزء وهو النقل ايه النقل ده يا ميستر بقى النقل ده اللي انا بنقل السلعة من مكان انتاجها الى مكان استخدامها بجيبها من المكان اللي انتاجتها فيه للمكان اللي هستخدمها فيه بوسائل في النص كده بنقل السلعة بيها يعني ساعتك لما السلعة اللي انت مسيكها في ايدك ده او السلعة اللي انت بتستخدمها جات لك ازاي ما جاتش بالهوى اكيد في وسيلة جابتها ونقلتها فلو قلنا مع بعض وسائل النقل ايه هي او السؤال يقول لي انماط النقل كم وسيلة تمام خمس وسائل ايه هم الخمس وسائل النقل ايه والنقل ايه النقل الباعي تمام النقل الجوي النقل المائي النقل بالانبيب والسكة الحديد يبقى أنا عشان أحفظها كده بكل بساطة وأجي أقوله أنماط النقل علي عندي النقل 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 ما أنا أتكلم عن نقل مش أقوله منولة ومنولة أنا أقوله نقل 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 ماء نقل جو نقل بغ نقل بالقنابيب وبعد كده السكة الحديد طب يا مثل أنت أقولت لي من شوية أنت بتشرح كده أن فيه نقل ماء ونقل جو رأيك أستخدم أنا فيهم قلت مش رأي أستخدم على حسب مقدرة كل منشاء على حسب احتياجات كل منشاء أنت محتاج السلعة بسرعة أنت محتاج توصل بسرعة محتاج البضاعة بعد فترة محتاج معك تكلفة تصرف على السلعة معيش تكلفة يبقى هنا أصبح النقل المائي قلنا تكلفته أقل ولكنه بطيل واحدة واحدة يمشي واحدة 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 ده النقل المائي أما النقل الجوي بيكون أسرع لكن تكلفته أعلى يبقى ده كده النقل المائي والنقل الجوي طب قلتني يا مستر من ضمن النقل فيه نقل بالأنابيب ممكن أعرف إيه اللي بنقله بالأنابيب أقولك إيه اللي بنقله بالأنابيب من ضمن الحالات اللي بيتم فيها النقل بالأنابيب قلنا مع بعض الغاز الزيوت البترول الفحم بعد طحنه ثم خلطه بالماء يبقى دي الحالات كلها اللي أنا بنقل فيها بالأنابيب بعد كده اتكلمنا على موضوع وهو موضوع التخزين وموضوع التخزين ده من المواضيع المهمة وعناخد إحنا مع بعض التخزين وإيه يا إزاي بخزن فقلنا مع بعض إن التخزين ده يا جماعة مهم جدا هناخد إن شاء الله عن الصعر في الحقوقات القادمة إيه إزاي بخزن وإيه المخازن العمومية وإيه وسائل التخزين فلو قلنا مع بعض أول حاجة إن التخزين ده يؤثر موقع المخازن من الداخل على كفاءة عملية التخزين جمنا صح ولا غلط قلنا صح لأنه تؤثر يؤثر موقع المخازن وترتيبه من الداخل على كفاءة عملية التخزين أنا ما يكون المخازن بتاعتي وموقعها وتهويتها تمام أكيد هتأثر على المنتج بتاعي إنما لو العكس هتأثر بالسلبة على المنتج طب المخازن دي بصنفها الأنواع قلت آه المخازن بصنفها الأنواع إيه الأنواع اللي بصنف فيها المخازن قلت الأنواع اللي بصنف فيها المخازن أول حاجة مخازن انتاج اتنين فكروني بيها تمام مخازن أوتوماتيكية طب بعد كده مخازن مخازن التوزيع طب لو حبينا مع بعض نقول إيه مخازن الانتاج قلنا مخازن الانتاج يا جماعة هي بتحقق عملية توازن بين الطلب وبين حجم الانتاج بل مخازن الانتاج بيكون فيه توازن بين الطلب وبين حجم الانتاج أما المخازن الأوتوماتيكية ببساطة كده بتستخدم الكمبيوتر في إنشاء نوع من المخازن بستخدم الكمبيوتر في إنشاء نوع من إيه من مخازن طب المخازن التالتة قلتلي مخازن إيه التوزيع تمام كده إيه مخازن التوزيع قلنا بتجمع المنتجات تجمع المنتجات تجمع المنتجات تجمع المنتجات تجمع المنتجات ثم إعادة توزيعها دي مخازن التوزيع نسمعها كده بوزع بس قبل ما وزع بجمع المنتجات الأول ده اللي هو الجزء اللي استعرضناه اللي هي الجزء الخاص بالتوزيع المادي وقبل ما نطلق الأسئلة ونحل مع بعض نموذجين كده بساط على الأسئلة هنشوف مع بعض بعض الحاجات كده اللي ممكن تساعدنا في الحل ونفهمها مع بعض احنا قلنا من شوية كده ان التوزيع جماعة في نوعين من التوزيع قلنا فيه توزيع او بستخدم اسلوب توزيع مباشر قلنا فيه توزيع مباشر يعني ايه توزيع مباشر ويعني ايه توزيع مباشر ببساطة كده حد يقول لي ايه هو التوزيع المباشر وغير مباشر وعن استعرضة في الحقيقة الجاي بالتفصيل قلنا التوزيع المباشر بكل بساطة هو توزيع بدون وسطاء يعني ايه يا مستر يعني المنتج ده بتاع اللي معايا وفي ايدنا وانا بامتلكه واجه وحمد ديل ساعتك وقل لك خد المنتج ده مني احفوا انت خدت المنتج مين مش منها في وسيط بيني ما بين حضرتك مفيش يبقى اسمه توزيع مباشر مدخلتش وسيط بيني ما بينك قلتلك اتفضل المنتج بتاعه انما مدخل وسيط بيني ما بينك بقى اسمه توزيع غير مباشر طب مين هو الوسيط يا مستر الوسيط اللي ها السلعة بتكون مع المنتج المنتج انتجها المنتج ده بيديها الوكيل يبقى كده اظهر لحد في النص اللي هو الوكيل بيظهر لواحد اسمه تجر الجملة بيظهر لي التجزئة عشان توصل في النهاء للمستهلك يبقى لو لاحظنا كده الحلقة بتاعتي ان المنتج هي السلعة موجودة هنا والمستهلك قعد هنا بينهم عتوصل السلعة للمين للوكيل فالوكيل ياخدها ياخدها الجملة والجمل ياخدها يدهال التجزئة والتجزئة يدهال المستهلك يبقى عشان السلعة عوصلة للمستهلك فيه وسيط بين يما بين المنتج عده يبقى اسمه توزيع غير مباشر يبقى اسمه توزيع غير مباشر ده اللي هو التوزيع المباشر والتوزيع الغير مباشر بحيث نستعرض الأسئلة مع بعض ونفهم الأسئلة بتاعتنا ونشوف احنا كده وحاولوا بقى ان شاء الله تجيب تهد روية وقلم والأسئلة سبيني في الإجابة وتشوف من خلال نشوف الأسئلة مع بعض نشوف الأسئلة مع بعض يا جماعة دلوقتي ونشوف احنا اول سؤال عندنا من ضمن الأسئلة اول نموذج عندي بيقول لي التوزيع المادي التوزيع المادي هو كافة الأنشطة نقط المتصر بالمنتجات أثناء نقط اتصالها أثناء انتقالها من نقط إلى نقط من المنتج للمستهلك السؤال الثاني بيقول لي أنشطة التوزيع المادي كم نشاط اللي قلنا عليهم الأربعة المناولة النقل التخزين معاربة المخزون السؤال الثالث بيقول لي الأهداف الاستراتيجية للتوزيع قلنا كم هدف المعونة أهداف تنفسية هدف الربحية السؤال الثاني بيقول لي صح وغلط التوزيع المادي للسلع وظيفة رئيسية هامة في الاستراتيجية التسوقية العبارة صح لأن التوزيع المادي بتكون وظيفة مهمة في الاستراتيجية التسوقية اتنين هامش الربح بيكون أكبر في حالة السلع الميسرة برافع عليكم الإجابة غلط لأنه بيكون منخفض تلاتة هدف المعونة هي تحقيق الانتشار الواسع في الأسواق قلنا غلط لأنها هذه الأهداف التنفسية أما هدف المعونة هي مقدرة المنشاعة الاستجابة السريعة للتغيرات المستمرة في البيئة التسوقية سؤال تالت مصطلح علمي بيقول لي هي مقدرة المنشاعة الاستجابة السريعة للتغيرات المستمرة أقول له هدف المعونة تمام تتضمن المنولة والنقل والتخزين ومراقبة المخزون ده إيه ده اللي بتضمن فعلا أنشطة التوزيع المادي النموذج الثاني بيقول لي أكمل اختيار النقل نقط لمنتجات معينة رغم ارتفاع تكلفته بختار النقل أنهو لمنتجات معينة رغم ارتفاع تكلفته فعلا النقل الجوي اتنين وسائل المنولة نقط ونقط ونقط تمام المحاولات عربيات النقل الأوناش والروافع السؤال التالت أنماط النقل نقط قلت بقولهم كده أربع نقل نقل البري نقل الماء نقل الجو نقل بالأنابيب والسكة الحديد السؤال الرابع بستخدم النقل نقط في نقل الغاز والزيوت أنه نقل فيهم اللي بستخدمه في نقل الغاز والزيوت تمام النقل بالأنابيب بعدها قلت بستخدم نقط في إنشاء نوع من المخازن الأوتوماتيكية إيه اللي بستخدمه في إنشاء المخازن الأوتوماتيكية تمام بستخدم الكمبيوتر في إنشاء نوع من المخازن الأوتوماتيكية سؤال الثاني صح وغلط يتميز النقل المائي بالسرعة الفائقة وارتفاع تكلفته هل النقل المائي يتميز بالسرعة الفائقة وارتفاع تكلفته بقوله الإجابة غلط بستخدم الكمبيوتر في إنشاء نوع من المخازن قلنا الجملة صح لأنها مخازن أوتومتكية لا يؤثر موقع المخازن وترتيبه من الداخل على كفاة عملية التخزين غلط لأنها يؤثر النقل هو اختيار معدات المناولة المناسبة للأصناف غلط المناولة من أساليب تخفيض التكاليف مدخل التكاليف الكلية غلط لأنها في مدخل تحليل التكاليف الكلية ومعاقبة التكاليف الكلية بكده يبقى احنا انتهينا من الجزء التوزيع المادي وكده إن شاء الله حلقتنا انتهت وبإذن الله الحلقة الجاية هنكمل مع بعض الجزء الخاص بقنوات التوزيع وبقية التخزين وبالتوفيق إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته